المغرب وفرنسا يوقعان بباريزة على اتفاق إداري للتعاون في مجال التكوين التقني والمهني الفلاحي والتعليم العالي الزراعي والبيطري والغابوي جاء ذلك خلال حفل ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الفلاحة والسيادة الغذائية الفرنسي على همش المعرض الدولي للفلاحة بباريز ويهدف هذا الاتفاق إلى تطوير التبادلات والتعاون بين مؤسسات التكوين المهنية وتسهيل علاقتهم مع الفاعلين الآخرين في القطاع خاصة الفاعلين في مجال السلاسل الفلاحية والصناعات الغذائية كما سيمكن هذا الاتفاق من تعزيز التنقل المتبادل وتطوير الشراكة بين المؤسسات